مجدداً تطفو على السطح معادات الإسلام والمسلمين في فرنسا مع تواصل حملات حكومة ماكرو لإغلاق المساجد والمؤسسات الإسلامية في البلاد ناهيك عن حملات اعتقال وتحقيق طالت حتى الأطفال منظمة العفو الدولية في تقرير لها تؤكد أن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي في هذا الشأن فحرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تطبق على الجميع من هنا فللمسلمين الحق في إبداء اعتراضهم على نشر الرسوم المسيئة لنبيهم وهم باعتراضهم هذا لا يصبحون انفصاليين أو متعاصبين كما يزعم ماكرو وتكشف العفو الدولي عن تحقيق لعدة ساعات أجرته شرطة الفرنسية مع أربعة أطفال في سن العاشرة للاشتباه في تبريرهم للإرهاب بعد أن أعربوا عن رفضهم ما قام به المدرس القتيل صيمويل باتي من عرض للرسوم المسيئة للنبي على تلاميذه وبينما يردد ماكرو مزاعمه عن حرية التعبير ومبادئ الجمهورية الفرنسية التي تضمن تلك الحرية دون تمييز تؤكد العفو الدولية أن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا فهم يمنعون من ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو حتى في وظائف القطاع العام بل إن سجل فرنسا في حرية التعبير بصورة عامة سيء بنفس قدر سوئه إزاء المسلمين ففي العام الماضي أدانت محكمة فرنسية رجلين بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرو خلال مظاهرة سلمية كما أن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يجرم تداول صور المسؤولين الأمنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعاقب من يفعل ذلك الحكومة الفرنسية إذن ليست نصيرة لحرية التعبير كما تزعم والأمر لا يعد عن كونه مزايدة انتخابية من أجل الفوز بأصوات اليمنيين المتطرفين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولا علاقة للأمر بالحرية أو بمبادئ الدولة الفرنسية